السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصلاة والسادة السنوية. نهاردة عندنا محاضرة مهمة جدا عن ازاي تتعامل مع الترجمة. ازاي تتعامل مع الترجمة طبعا اساس فيها ازاي تعمل جملة صح. وده حيساعدنا كمان في تكوين الجملة علشان لما نكتب براجراف نكتبه صح. تكوين الجملة الاول. كلنا عارفين مفيش جملة بتبتدي بفاعل. الجملة في اللغة الانجليزية بتبتدي بفاعل. تمام؟ يعني الجملة لو مبنية المعلوم بتبقى سبجيكت الاستختصار لسبجيكت اللي هو الفاعل. وفيرب اللي هو الفاعل. ووبجيكت اللي هو ايه المفاولة. لو قلنا مثلا تعمل الحكومة على حل مشكلة البطالة. الجملة هنا في اللغة العربية بيسموها الجملة فاعلية. بس انا مش هبتدي بتعمل. هبتدي بالفاعل. فين الفاعل هنا الحكومة. يبا دا الفاعل. والفاعل تعمل نشوف كده ترجبناها ازاي. The government الفاعل هو. tries دا الفاعل. هو تعمل على. tries to solve. تعمل على حل. طبعا كلمة تعمل هنا مش عن ترجمة هوركس. لان فيه ناس بترجمه ترجمة حرفية عقيمة. تعمل على. يعني تحاول. يعني دايما حاول تقرب الجملة. يعني تعمل حكومة على تحاول وحكومة أن. إذا. The government tries to solve. The problem of unemployment. مشكلة البطالة. لما نوصل عند المضاف المضاف إليه. هنشوف بنترجمه ازاي. لو الجملة مبنية للمجهول. هنبتدي بالايه. بالمفعول. وبتبقى وهذا الشكل ده. مفعول. object لو هو المفعول. verb to be طبعا. وبيتصرف حسب زمن الجملة. ارجع ليون 7 و 8. مشروح فيه المبني المجهول. وبعدين التصريف التالت. وبعدين by. زائد subject أو زائد الفاعل. يعني مثلا لو قال لي. بنية السد العالي. للتحكم في فيضان النيل. بنية. هنا يعتبر ايه. فعل مبني للمجهول. والسد العالي. بيسمه نائب فاعل. هنبتدي به. نقول. the high dam. was built. طبعا. was verb to be. تصريف التالت. the high dam was built. to control. للتحكم. لام التعليل. بنستخدم تو المصدر. to control. the flood of the night. طيب. عندنا بقى شوية ارشادات مهمة جدا خاصة بالترجمة المجموعة الاولى. اول ملحوظة حولها لك في group one. انك تجنب الترجمة الحرفية لان ده بيحطم الشكل السليم للجملة. يعني لما نقول مثلا ما زلنا مشاهد مبارا. اوعى تبتدي ما زلنا. اوعى تبتدي still. يعني بص كده جملتين. جملة الاولى ترجمة حرفية. still. watch. the match. هل ده غلط او صح هنشوف. والجملة التانية ترجمة حسب القعدة. ادي الفاعل. we. are still. ادي الفاعل. are still watching. والمفعول. the match. طبعا الاولى غلط. والتانية صح. لان التانية ماشي حسب القواعد. فاعل. فاعل. ملحوظة التانية. الصفة في اللغة العربية بتتبع الموصوف. لكن في اللغة الانجليزية الصفة تأتي قبل الاسم. يعني لما نقول مثلا انه طالب ماهر. هنبتدل اول بحاجات بسيطة كده. طالب ماهر. ادي طالب و ادي ماهر تعتبر صفة. لكن لما نجي بترجمها في الانجليزية هنقول. he is a student clever. صح دي. لا طبعا دي غلط. ليه؟ لان صح انك تحط الصفة قبل الاسم. he is a clever student. تبقى الاولى غلط. والتانية صح. ليه صح؟ عشان هنا الصفة جاي قبل الاسم. طيب. لما أداة النصب. انه ملهاش ترجمها في اللغة الانجليزية. يعني لما اقول مثلا. ان العمل الجاد سبب النجاح. انه ملهاش ترجمها. فحنبتد بايه؟ العمل الجاد. طب انه بترجمها ايه غالبا. انه بترجمها في verb to be. am او is او are. فاروح قالين كده. hard work. العمل الجاد is. ليه بالجملة بدأ بانه. غالبا بنجيب verb to be. ونقول hard work is the cause of success. سبب النجاح. طيب. لام التعليل انا لسه قيل لك من شوية. بترجمها حاجة من ثلاثة. in order to. أو so as to. أو تو. والثلاثة بيجي بعد يوم المصدر. اسرع علي. ليلحق بالقطار. ليلحق. بترجمها ايه؟ علي. hard to catch. هذه اللام التعليل ترجمناها to المصدر. to catch the train. طيب. فيرب to be. لو هو مضارع بسيط. لما نيجي نترجم من. بانجليز العربي. ما بيترجمش. فلما قول مثلا. friendship. الصداقة. is a precious tone. is a precious treasure. يعني. كنز ثمين. لو قلنا. الصداقة تكون كنز ثمين. انت كده ترجمت is. ماشي. غلط. is. لما يكون مضارع. ما يترجمش. ما ده الصح ايه؟ الصداقة كنز ثمين. يبقى ثاني. لما نترجم من انجليز العربي. فرب to be. لو هو مضارع. ما بيترجمش. ما تقولش الصداقة تكون. ترجم حرفية عبيطة قوي. تقول الصداقة كنز ثمين على طول. طيب نشوف المجموعة التانية. الف like مثلا. ممكن تترجم حسب المعنى. ممكن تجيب معنى يحب. زي المثال ده. I like sport. وممكن تجيب معنى مثل. زي المثال ده. Great scientists. اسأل علماء. like دكتور مصطفى السيد. like هنا مش معنى يحب. معنى مثل. مثل مصطفى السيد. can help in developing our society. الملحوظة التانية. الأسماء المجردة. أو يسموها الأسماء المعنوية. زي مثلا. freedom. friendship. ما بتاخدش زي. تمام. لكن لما بترجمها عربي بتاخد. فلما اقول مثلا. ايه. التلوث مشكلة خطيرة. التلوث هنا معرفة. ده اسم معنى. ما تقولش. the pollution. تقول ايه. pollution. is a dangerous problem. بالاسماء المعنوية في العربي فيها ألف و لام. في الإنجليزي متحط لهاش زي. لو لقينا الجملة فيها كلمة يجب أن أترجمها شد. لو هي نصيحة. وأترجمها must أو has to أو have to. لو هي ضرورة أو إلزام. فمثلا في الجملة الأولى. you should study hard. دي نصيحة. في الجملة الثانية. you must lock the door. before you leave. ده يعتبر إلزام. يعني يجب أن تغلق الباب قبل أن تقدر. كي بشد لها ترجم. كلمة يجب أن لها ترجم تانية. إما شد لو هي نصيحة. أو must أو have to أو has to لو هي إلزام. طيب نشوف المجموعة الثالثة. الفعل اللي مضاف له ING اللي بنسميه gerund. لما يجب أن ترجمه تمام. بيكون اسم تبدأ به الجملة. يعني مثلا مشاهدة التلفاز لوقت طويل شيء مدر. مشاهدة ترجمتها إيه. watching television. for a long time is hard. أو لو جات لك إنجليزي قال لك watching television. حتترجمها إيه. مشاهدة التلفاز أو television. لو الجملة بدأ بلقد تمام. بترجمها إلى زمن المضارع التام. عند ترجمة جملة في زمن المضارع التام إلى العربية. العكس بقى. لو هترجمها لو هي مضارع تام. تمام؟ لو أنا هترجمها عربي. ابتدي بكلمة لقد. وبعدها هتحطه ماضي. يعني لما يقولك مثلا لقد تقدمت التكنولوجيا في الأعوام السابقة. هتقولها ازاي. technology has developed. ده اسم المضارع التام. الناس اللي نسية المضارع التام بيكون من have أو has زائد التصريف التالي. طب لو جات لي بالعكس. لو قالي technology has developed in the recent years. حضرتك حتترجمها لقد تقدمت التكنولوجيا في الأعوام الحديثة. لما and ما تحطهش. يعني قول ما عايزة قول مثلا كذا وكذا وكذا. ما تحطش and and and. ده أقول الكثير من الأسماء المعطوة في اللغة العربية. بستخدم حاجة اسمها الكومة أو الفصلة. وفي الآخر خالص بحط and. مثلا لو قلنا أحب كرة القدم. هذه نمرة واحد. والتنس. هذه نمرة اثنين. وكرة السلة. والسباحة. ما تقولش بقى and and and. هتحط كومة كومة كومة. وفي الآخر تحط and. تعالوا نترجم دي كده. هقول مثلا. I like football. كومة. تنس. كومة. باسكتبول. وفي الآخر نروح قايلين ايه. and swimming. تجنب انك تستخدم and كل شوية. غلط. تمام. ثاني. لما يكون في أكتر من اسم معطوف. حط and في الآخر خالص. أسماء اللغات بتكون معرفة في اللغة العربية. لكن لما بترجمها انجليزي بتبقى نكرة. يعني من غير that. بمعنى ايه يا أولاد. الفرنسية لغة المفضلة. ما تقولش the French. لما تيجي الترجمة هتقول French. is my favorite language. ليه ما حطناش ذا عشان اسماء اللغات. ما بتاخدش ذا إلا إذا. إلا إذا إيه بقى. إلا إذا جات بعدها كلمة language. أنا قلت الفرنسية لغة المفضلة. يبقى. French is my favorite language. طب لو قلت اللغة الصينية. the Chinese language is very difficult. ليه هنا خدت the Chinese. سوري نرجع ثاني. ليه حطنا ذا قبل كلمة Chinese. عشان جاي بعدها كلمة A language. so that. معناها من أجل. وبيجي بعدها جملة كاملة فاعل. وبيكون غالبا فاعل ناقص. زي may أو can. وبعد كده المصدر. يعني لما أقول مثلا إيه. ادخارت مالا من أجل. أن أستطيع أن أشتري. أن أستطيع شراء سيارة جديدة. ادخارت مالا I. طبعا هنا الفاعل في اللغة العربية. ضمير مستطر تقديره an. في اللغة العربية في حاجة اسمها ضمير مستطر. في الإنجليزي الضمير المستطر لازم يظهر. أدخل مالا. I am saving money. من أجل. so that. احنا قلنا بيجي بعدها جملة كاملة فيها فاعل ناقص. so that I can. هذه الجملة فاعله. can buy a new car. إذا بدأنا الجملة بالفعل. إذا بدأت الجملة بالفعل. بيتحول إلى اسم فاعل. اللي هو الفيرب. plus a ing. زي يعني القراءة مهمة جدا. بترجمها ايه. reading is very important. كلمة إنه ليس لها ترجمة. ودي قلناها من شوية. بتستخدم للتوكيد. اعلم أقول مثلا إن كرة القدم رياضة محبوبة. أنا عارف دي بتتعادل تاني مرة معلش. هنبتدي بكرة القدم. نستخدم فيرب توبي زي ما قلت من شوية. football is a very popular sport. الجملة في المبنى المجهول. لما تيجي الترجم في المبنى المجهول من إنجليز العربي. ركز في كلام كويس. يفضل تخليها مبنى المعلوم. يعني لو قلنا مثلا. قص لكده على الإنجليز هنا. A lot of useful projects are carried out. دي مبنى المجهول. are carried out. يعني لو ترجمناها حرفان. هنقول تنفذ المشروعات المفيدة. by the government. دي مبنى المجهول. في اللغة العربية يفضل ترجم مبنى المعلوم. تقوم الحكومة بتنفيذ كثير من المشروعات المفيدة. تمام تاني. لو الجملة في الإنجليز مبنى المجهول زي كده. لما تيجي الترجمة العربي. خليها مبنية للمعلوم. حرف scene. قل لك سأغادر. سأذاكر. كلمة سوفاء. واي حاجة مردفة ليهم بترجمها زمن المستقبل البسيط. طب تقول لي ايه المستقبل البسيط. هقول لك. ستبني الحكومة مدارس كثيرة. فين الفاعل هنا. الحكومة. ستبني. هنقول. will build. شانسين. تمام. will build. a lot of schools. قد. في اللغة العربية قد تفيد الشك. طبعا كلكم كويسين في العرب نعلم. قد. لما يجي بعدها مدارع. بترجمها الى may. يعلم. قد. وذاكر دروسي. قد يصل الان. لازم استخدم may. طالما الجملة بدأ بقد. ووراها فعل مدارع. ركز في كلامك كويس. لما اقول مثلا. قد تأتي مونة غدا. هنبتدي من مونة. الفاعل. may come tomorrow. هنا قد. معلشة رجعتاني. جاي بعدها. الفعل ايه مدارع. كلمة لن. لو جاي بعدها فعل مدارع. بالعربي يعني. حيقابلها في اللغة الانجليزية. مستقبل بسيط منفي. اللي هو will not a want. فلما اقول مثلا. لن افعل ذلك مرة اخرى. يبقى. I الفعل. want to. ده بيسموه مستقبل بسيط منفي. I want to that again. لم. لو جاي بعدها فعل مدارع في العربي. حيقابلها في اللغة الانجليزية. past simple. ماضي بسيط. فلما اقول مثلا. لم. يحضر احمد. حفل عيد الميلاد. هنا. جاي بعدها مدارع. فحقول ايه. احمد didn't attend my birthday party. لم يحضر احمد حفل عيد ميلادي. ابتد بالفعل احمد. واستخدم didn't attend. ماضي بسيط منفي. تمام. my birthday party. دي ملاحظات بس لطيفة كده. هتساعدك. group setup. ده مكرر. الاسماء المعنوية في اللغة الانجليزية. دائما نكرة. ولما يجي نترجمها عرب. بنحط لها قلب. يعني لو جاي قالك مثلا. freedom is appreciating. freedom يعني الحرية. شيء معنوي. ما قالش ذا freedom غلط. اسماء المعنوية. لا تحس ولا تمس زي ما بيقوله. بتيجي في اللغة الانجليزية من غير ذا. في العرب انت بتحط لها ال. فبتقول الحرية شيء سميل. freedom ترجمناها ايه؟ الحرية. من زائد صفة. زائد ان زائد فعل. بترجمها it is. زائد ال adjective اللي هي الصفة. زائد طب المصدر. يعني ايه الكلام ده؟ تعال اقولك. من المفيد ان تأكل. ان نأكل الفواكه والخضرات. ادي من. ادي الصفة المفيد. ان. الفعل اللي هو نأكل. وترجم باقي الجملة بقى. من المفيد ان نأكل. الفواكه والخضرات. لو قالك من المهم. من الضروري. من المفيد. هتبتدي ب. it is. زائد الصفة. وتروح قيل كده. it is. الصفة طبعا. useful. وبعدين تقول المصدر. it is useful to eat. المصدر هو. fruit and vegetables. اذا بدأت الجملة بالفعل. في اللغة العربية. لما نيجي ان ترجمها. يبتدي بالفعل. دي تاني مرة نقولها. تعيش الخفافيش في الأماكن المظلمة. الله يبرك لك. اوعى تبتدي بكلمة تعيش. اوعى تقول live. هتبتدي بالفعل. فين الفعل. اهو. انا بدأت الكلام وقلت لك ايه. الجملة بتتكون من. في الانجليزة. فاعل فاعل. فبقول كده. pads. اللي هنخفافيش. ده الفاعل اهو. live. in dark places. لعم التعليل. وانا قلنا دي برضو من شوية. زائد الاسم. بترجمها in order to. أو to. زائد المصدر. يعني لما اقول مثلا يجب. ان نعمل بجد. لحل. مشكلة التلوث. فين الفاعل هنا. الفاعل هنا. ضمي المستطر تقديره. نحن. هنبتدي بوي. should work. اللي هيجب ان نعمل. we should work. لحل ترجمناها ايه. to solve the problem of pollution. دي اسمها هلام التعليم. group 7. ذا لما تيجي مع الصفة الديني الجمع. يعني لما اقول مثلا. the dumb. اللي هو الابكم. عارفين الابكم اللي هو مش بيسمع ومش بيتكلم. ترجمتها البق. ما تقولش الابكم البق. لما اقول the def. دف اللي هو الاصم. ترجمتها ايه. the. الصم. اللي هم كل الناس الصمي. لما اقول the poor. ما ترجمهاش الفقير. ترجمها ايه. الفقراء. لما اقول the rich. ما تقولش الغني. ترجمتها الاغنية. يبا ذا مع الصفة الخاصة بالانسان. تديني صيغة جمع. the rich. الأغنية. ذابور الفقراء. وتعامل جمع على فكرة العامة. ما تقول the rich. ما تقولش the rich is. تقول the rich. ذابور الفقراء. ذا ديف الصم. ذا دام قلبكم. طبعا. ما تحطش وراها كلمة. بيبو. لو انت بتتكلم بشكل عام. يعني انت عايز تقول. الأغنية. يجب ان يساعدوا الفقراء مثلا. هتقول. ذا ديتش. ما تقولش ذا ديتش بيبو. ذا ديتش. شود هيل. زابور. ما تقولش زابور بيبو. المضاف المضاف اليه. يا اما بتستخدم of. يا اما بيجي المضاف اليه. ثم المضاف. يعني مثلا دي معدل المواليد. معدل مضاف والمواليد مضاف اليه. ترجمتها ايه معدل المواليد. يا اما تقول. بيرس ريت. ترجبنا من الشمال اليمين كده. على تقول بيرس ريت. يا اما تعمل مقص وتحط of. فتقول. ذا ديت. أو بيرس. في اللغة العربية في حاجة اسمها المفعول المطلق. في الانجليزي ما عندناش حاجة اسمها مفعول المطلق. المال بستخدم ايه مكان مفعول المطلق يا مستر. بستخدم الحال او الظرف. طبعا كلنا عارفين الحال او الظرف. بيتكون باضافة الي للصفة. تمام. بعد لما منها مفعول المطلق. بستخدم الفعل يليه الحال او الظرف. فمسلا لو قلنا ايه. تطورت تطورا كثير كبيرا. وهذا مفعول المطلق. ترجمتها ايه. developed greatly. developed الفعل. وترحطت وراه. الظرف اللي هو greatly. لما الكلمة تطورا. ما بيتترجمش. developed greatly على طول. طبعا. يؤثر تأثيرا سلبيا. هنحط الفعل. effect badly. اللي هو سلبيا. effect badly. يعاقب عقابا شديدا. يعاقب عقابا شديدا. ده برضو ظرف ترجمتها ايه. punish شديدا تبقى. severely. يبقى المطلق ما تترجموش. وما لحت ترجم ايه. تترجمو ظرف. تجيب ظرفه مناسب من الجملة نفسها. تطورت تطورا كبيرا. all developed greatly. يبقى تطورا كإن مشايفة. يؤثر تأثيرا سلبيا. effect badly. تأثيرا كإن مشايفة. يعاقب عقابا شديدا. punish severely. وعقابا كإن مشايفة. يعني الفعل وراه الظرف على طول. نشو بقى مجموعة من الأسئلة المهمة جدا. يعني ده حاجات أحداث جارية حصلت خلال السنة دي. فازت مصر لأول مرة بكأس القوم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة. ده حصل السنة دي. حنبتدي بالفعل اللي هو إي أولاد إيجيبت. وبعد كده حنحط الفعل فنروح أقليلين إيجيبت. one for the first time اللي هي لأول مرة. ده الفعل وده الفعل. the football african nations cup under 23. موضوع ثاني حصل السنة دي. تمام لقد هدى ده المرض المعضي الغير معروف المسمى كورونا فيروس. حياة البشرة. ترجمها نقول. the outbreak of unknown infectious disease. كل ده أعتبر الفعل. the outbreak of the unknown infectious disease. هو المرض المعضي. cold المسمى أو المعروف. coronavirus أو covid-19. كل ده الفعل. الفعل has already threatened. استخدمنا مضارع تام لها مستر. عشان الجملة بدأ بإيه؟ بلقد. has already threatened. human life. الحياة المشاريع. تنظم وزارة الصحة حملات لمعالجة المواطنين من الأمراض غير السرية. هنبتدي بوزارة الصحة. the ministry of health. طبعا تنظم تبقى organizes. حملات campaigns. لمعالجة. دي بنسميها لام التعليل. يبقى to treat citizens. المواطنين. طب ليه ما قلناش the citizens. the citizens. انا بتكلم بشكل عام. الجمع. الكلمة الجمع لما تكون بتتكلم بشكل عام ما تحطش ذات. انا تكلمت على المواطنين كلهم. from. none. communicable. diseases. لهي الأمراض غير السرية. اطلقت وكالة الفضاء. وده برضو موضوع مهم. الامريكية ناسا. اسم عالم الفضاء فاروق البياز على كويكب. جديد تم اكتشافه حديث. فين الفاعل وكالة الفضاء. يبقى نقول. ناسا. طبعا ده ناسا اسم وكالة الفضاء. ناسا. named. a new asteroid. استيرويد اللي هو كويكبه. a new asteroid recently discovered. متشافه حديثا. name after يعني يسمي على اسم. after the space scientist. على اسم عالم الفضاء فاروق البياز. الترجمات اللي بنقولها. في الفيديو مهمة اوى جميعا. اه. حصل السنة دي ان مصر اطلقت حاجة اسمها طيبة. قمر الصناعة طيبة 1. اطلاق. القمر الصناعة طيبة 1. المتخصص. في اتصالات. الى المدار الخاص به. كلمة اطلاق اترجمها ايه. اطلاق. صح. launch of. كلمة launch يعني اطلق او اطلاق. launch of. طيبة 1. ساتليت. اه. 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 تسهل بناء الكباري والانفاق. حرجة المرور. كما انها تطلق المناطق. تربط المناطق بعضها وبعض. نبتدي ببناء الكباري. هي امة تقول. the construction of the building. of bridges. بناء الكباري. and tunnels. للانفاق. facilitate. يعني ايه. تسهل كلمة تسهل. facilitate. ما تحدش اكتب لي easy بقى. easy مش فاعل. easy صفة. فانفعش استخدمها كفاعل. كلمة حركة المرور. اللي هي traffic. كما انها. and also. كما انها بترجمها. and also. connect us. تربط. areas. المناطق. connective to. احنا خدناها قبل كده في المنج. to each other. موضوع مهم. العاصمة الجديدة. يعد إنشاء مشروع العاصمة الجديدة. حلم مصر لتخفيف اللعب. الازدحام عن القاهرة. طبعا الفاعل. إنشاء مشروع العاصمة الجديدة. فنروح بدقين كده. the establishment of. إنشاء. واحد قالك طبعا ننسيت. establishment. قلت. ينفع برد. the establishment of. new capital project. new capital يعني. العاصمة الجديدة. is the dream of. Egypt. to relieve. هي تخفف. زا. يا إما تقول. تمام. يا إما لو انت معرفتش كلمة تخفيف. الإزدحام. ممكن تقول. to relieve. traffic in care. أو congestion. هنا معناها إزدحام طبعا. تقدم العاصمة الجديدة. جميع خدماتها إلكترونيا. عن طريق شبكة المعلومات العالمية. هنبتدي بالعاصمة الجديدة. new capital. تقدم يعني إيه. provides. جميع خدماتها الإلكترونية ده. المفعول. all its services electronically. بيقولك عن طريق ممكن أقول. يا إما by way of أو through. the international information network. التبرع بالدم من الصور الإيجابية التي تدعمها المسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع. طبعا الفاعل بتاعي التبرع بالدم. اللي هو blood donation. is one. اللي هو من الصور الإيجابية. is one of the positive images. التي تدعمها supported. أو واحد قالك طب ما نقول. which is supported. by. moral. لما يكون في كلمة لها كذا صفة. يعني كلمة المسؤوليات هنا. لها صفتين. الأخلاقية والاجتماعية. الأول حط الصفات وبعدين حط الكلمة. يعني moral and social responsibilities. اللي اتنين دول صفة الكلمة a responsibilities. حط الصفات الأول وبعدين الكلمة. in society. تتميز مصر بأنواع مختلفة من السياحة الثقافية أو الصحية أو الدينية أو الترفيهية. قبل ما ترجم. زي ما قلنا في and. مش هينفع هنا برضو or or or. هحط كومة 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 وأجي في الآخر وحط ايه or. طب نبتدي الترجمة. إيجب طبعاً ده الفاعل. تتميز الترجمة حاجة من ثلاثة. characterized. صعب عليك. distinguishing. صعب عليك. طيب ممكن. أو ماركت. معنى التمايز. يبعاً يجب. is characterized. أو distinguishing. أو ماركت. الثلاثة بمعنى تتميز. by different types of. اللي هي أنواع مختلفة من. بص بقى tourism. كومة. weather. uh. cultural. تمام. كومة. علشان أصف كومة. health. religion. وفي الآخر قلنا ايه. religion يعني ديني طبعا. or entertainment. يشكل الإرهاب خطرا كبيرا مفيش عن خطرا كبيرا عندي دخلة غلط في الموضوع على السلم والأمن الدوليين على حد سوا يعني ابتدي بالإرهاب تيروريزم يشكل يعني إما تقول كونستيتيوتز لو صعبة ممكن نقول فورمز يشكل كلنا حافظينها لو صعبة ممكن نقول هذه بأنا عندي بدائل كتير قوي مش لازم أكتب كلمة واحدة يعني لازم ممكن نجيب كلمة بديلة يشكل يعني يكون أو يشكل بمعنى لديه يعني لو أنا قلت مثلا إيه للإرهاب خطر كبير ينفع فعشان كده عندي ثلاث حاجات لكلمة يشكل ترجمتها كونستيتيوتز أو فورمز أو هذا اللي هو خطر كبير ما فيش عنه خطر كبير to international peace السلام الدولي and security alike alike يعني إيه على حد سوا كل دي ترجمتها إيه للمعلم أهمية بالغة في صناعة التنمية والبشرية التنمية البشرية وصيانة حضارة الأم للمعلم أترجمها إيه للمعلم دي للمعلم للأب للأم هنا بتترجمها باستخدام فرب to have have أو has أو have فنروح قالين the teacher has اللي هو حرف اللامدة ترجمناه has a great importance لأنه كأنه ملكية يعني مهمية بالغة in developing humanity تطوير البشرية and keeping the civilization الحضارة of nations طبعا كلمة صيانة يعني إيه keeping صيانة يعني المحافظة علي يعني ترجم ترجم ساعات التطار تعمل إيه تترجم من عربي لعربي الإنجليزي وأنا بترجم مثلا وقفت عن كلمة صيانة حضارة الأم يعني إيه صيانة المحافظة علي يبقى keeping the civilization of nations للمدرسة دورا هاما في تنمية القيم التعليمية والأخلاقات للطلاب للمدرسة لم هنا كأنها زي ما قلت لك في اللفوق كأنها ملكية فنقول إيه the school has يعني دورا هاما important rule زي ما قلت لك وأنا بشرح في اللغة العربية الصفة تتبع الموصوف في اللغة الإنجليزية الصفة تسبق الموصوف أنا قلت هنا دورا هاما بس هنا قلت important rule in developing في تنمية القيم التعليمية educational القيم التعليمية والأخلاقية نحط الصفات الأول لأن كلمة قيم يعني values educational and moral تعليمية أخلاقية values of students توجد أطنان من النفايات التي تشكل خطرا على المركبات الفضائية والأقمار الصناعية توجد بترجمها إيه بترجمها zeroes أو zeroar حسب اللي بعدها لو بعدها مفرد بتقول zeroes لو جمعي بقى zeroar طبعا كلمة أطنان جمع عشان كدنا هنقول zeroar tons of rubbish طب نسيت كلمة rubbish waste اللي اتنين ينفعها طبعا كلنا خدنا كلمة waste في المنهج waste عن نفايات التي that أو which تشكل هقول لك يا أم أبوز طب مش عارفها ممكن نقول forms وممكن is تشكلها بمعنى تكون خطرا على المركبات a threat بتاخد two ما بتاخدش on يعني مش عاجز مها a threat on a threat to المركبات الفضائية أخدناها في unit يا إما تبقى space crafts أو space ships والأقمار الصناعية and satellites أو artificial satellites لو قلت satellites بس ينفع أو artificial satellites اللي هي الأقمار الصناعي تهدف المكتبة الرقمية في إمداد عدد من الناس للإطلاع على محتوياتها بالشكل مجاني تهدف المكتبة الفاعل هنا المكتبة الرقمية إيبا إزاة digital library تهدف ترجمناها إيه أخدناها قبل كده aims to إمداد يعني provide أو supply أنا سامح حد بيقول طب ما ينفعش أستخدم supply ينفع أستخدم supply to provide أو to supply the largest number of لو عدد كبير من الناس of people largest number of people واحد قال لك طب لو أنا معرفتش largest number of people وقلت a lot of people provide a lot of people صح جدا ترجمة تصرف with free access to its contents contents اللي هو محتويات ترجمة اللي بعد كده بعض الزواهر الطبيعية تكون خيراً كالأمطار وبعضها تكون مدمرة كالزلازل والبراكين نحن نبتدي بالزواهر الطبيعية نحن أخدنا كلمة في المنهج الثانية اسمها phenomena يبقى الفاعل some of the natural phenomena الزواهر الطبيعية are good like rain مثلا good هنا بمعنى خير like rain and some are destructive يعني البعض الآخر يكون مدمرة destructive جاي من كلمة ايه destroy like earthquakes اللي هي الزلازل and volcanoes والبراكين تمكن الإنسان منذ القدم من استغلال الطاقة الشمسية وتسخيرها في توليد الطاقة الترجمة هتبتدي بالإنسان ترجمة كلمة إنسان وممكن نبتدي منذ القدم يبقى since ancient times ولو بدأت بمان ينفع وححط since ancient times في آخر الجملة خلاني نبتدي زي ما هي بدقة بالعربي since ancient times اسمعني بقى كلمة إنسان اوعد ترجمة هيومان الله يبرك لك هيومان دي يعني إنساني الإنسان ترجمتها من بس من غير ذا ليه؟ عشان هي لو خدت ذا حيبى معناها رابل لو من غير أداة معناها الإنسان since ancient times man has been able to اللي هي تمكن يعني exploit اللي هو بمعنى يستغل طب نسيت كلمة exploit ممكن make use of طاقة شمسية خدناها solar energy وتسخيرها and harness it واحد قال لك طب لو أنا معرفتش هيرنس وقلت use it ينفع use يعني يستخدم هيرنس أحسن طبعا and harness it to generate energy لتوليد الطاقة تكمن أهمية العمل في تحقيق الذات وتطوير المهارات وبناء المستقبل اللي هنبتدي بأهمية العمل طبعا كلنا مستنين تكمن ترجمتها إيه؟ أهمية العمل the importance of work تكمن lies in تكمن فيه تحقيق الذات self-realization جاي من كلمة realize يدرج طيب تطوير المهارات كومة skill development and future building اللي هو بناء المستقبل وزي ما قلتلك لو عندي واء والعطف كذا مرة في العربي تنفع بس في الإنجليزي ما ينفعش بحطها في الآخر تميزت المرأة عبر الوصول القديمة والحديثة بمشاركتها الفعالة في شتى المجالات هنبتدي بالمرأة women اللي هي السيدات الجمع لما يكون عام ما بياخدش أي أداة women have been distinguished تميزت كلمة تميزت ترجمتها إيه؟ through ancient and modern times احنا قلنا إيه؟ الكلمة لما يكون لها كذا ترجمة وكذا صفة متأسف بحط إيه؟ الصفات الأول وبعدين الكلمة يعني مثلا العصور القديمة والحديثة ancient and modern times اللي أول بحط الصفة اللي بعد الكلمة على طول وبعدين and وبعدين الصفة التانية وبعدين الكلمة ancient and modern times by their active participation هي مشاركة فعالة يعني إيه؟ اللغة العربية كلمة فعالة يعني نشيط يبقى active active participation في شتى المجالات in various fields various يعني شتى واحد قالك طب لو أنا قلت in different fields أكيد صح لأن كلمة شتى يعني مختلف different fields أو various fields لقد ظهرت مجموعة من الشركات الحديثة التي تهدف إلى تطوير سياحة الفضاء وحنبتدي بإيه؟ آه مجموعة من الشركات الحديثة هو ده الفاعل a group of modern companies لقد ظهرت طبعا ما لقد يبقى هستخدم المضارعة التام have emerged اللي هي ظهرت طب واحد قالك أنا حافظ كلمة أبير اللي هنحافظونا من ثلثة عداد have أبير دي نفع برضه have come out معلش دي come out بكتوب دي خلياتي أسهل واحدة فيهم أبير طب لو عندي كذا كلمة اكتبوا كلهم بالطريقة دي have emerged a beard come out التي تهدف إلى ممكن أقول to develop على طول ماشي تطوير سياحة الفضاء develop space tourism اللي هي سياحة الفضاء السلامة الصحية من أكثر المجالات التي تتم بها المؤسسات العالمية والحكومة هنبتدي بالسلامة الصحية السلامة الصحية السلامة الصحية من أكثر بترجمها إيه؟ مثلا مثلا من أكثر من أهم من أجمل بترجمها كده is one of وبعد كده الصفة يعني قلت is one of the most important fields تمام؟ fields أو areas المجالات تنفع كده وتنفع كده of interest تهتم من أهم التي تهتم بي of interest to international كلمة مؤسسات اسمها institutions and governments وهي هي الحكومة أتمنى أن احنا نكون وفقنا الفيديو ده مهمة قوي ذكروا كويس ورجعوا كذا مرة عشان تشوف إحنا ترجمها زيه وحاول لما تيجي تعيده تاني تكتب الترجمة قبل ما تظهر قدامك ترى بنفسك نشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله سبحانه وتعالى